الثقب الأسود الذي تم اكتشافه عالمياً كنت في مصر والقاهرة وكان شيء جميل الحدث الذي حضرته وبالتأكيد نتكلم على أكثر جوال الناس ينتقلوا ويهربوا منه إليه فأي واحد من الجوالات وعلى فكرة تم تفعيل النمط الليلي على استوديو الأخبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من العلوم والتقنية نبدأها بأول خبر رائع المنتدى السعودي المصري للاقتصاد الرقمي الذي كان في مدينة القاهرة يوم 8 أبريل كنت مدير لحد جلسات الحوار في هذا المنتدى وأيضاً غطيته على شبكات الاجتماعية حقتي كانت زيارة رائعة وخاطفة لمصر كان أكيد هناك أشياء جميلة شفتها في آي تيدا التي في مصر هي الهيئة نفسها حق التطوير للصناعات الرقمية وأيضاً نتكلم على البادرة الجميلة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات هنا في المملكة العربية السعودية للتعاون والاتحاد مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في مصر التعاون هذا المفروض أن يولد كثير من الشراكات الكبيرة تخيلوا في مصر وعندنا شباب قادرين عندهم قوة عندهم عزيمة عندهم شيء كبير من الإصرار تخيلوا لو كان هناك شراكات حكومية وشراكات من القطاع الخاص إثراء هذه الشراب كيف سنوصل في الرقمنا ونوصل في التكنولوجيا الرقمية خلال سنة سنتين؟ قلوا يا رب يا جماعة ننتقل لأخبار العلوم ومن أهم الأخبار التي تم الإعلان عنها في مؤتمر صاحبي بالتأكيد نتكلم على الثقب الأسود البلاك هول صورة تم مشاركتها لهذا الثقب مخوذة بتعاون بين أكثر من مرصد رقمي تلسكوبي فالمفروض أن هذه المراصد اتحدت بطريقة ما لم يتم المشاركة على السلوب والطريقة للاتحاد سيحصلوا على هذه الصورة والنموذج الأول للصورة كالمتوقع الثقب الأسود لونه أسود وأيضاً نتكلم على هالة جداً ضخمة من السحابة الضوئية من الطاقة والأشياء التي يجذبها نفس هذا الثقب الذي يعملها خلال مساره في المجال الكون تفاصيل جداً كثيرة عن نفسي أتمنى سوي بحثي خاص ومور جداً طيبة ونسوي لكم حلقة خاصة انتو قلوا لي ما رأيكم تبقوا هذا النوع من المحتوى وأيضاً في أخبار العلوم والتقنية مع بعضنا نتكلم على بلو الروبوت المخصص لتصفية الملابس اللي هي ثني الملابس اللي هي ترتيب الملابس هذا الروبوت تم ابتكاره على اساس أن يكون من المعاونين اللي يمكن يكونوا موجودين في المحلات وواضح الحلقة هذه انه فيها فكر جداً كبير على مسألة استبدال البشر بروبوتات فتخيلوا انه قاعدين نتكلم على الروبوتات هذا أو الروبوت هذا بلو وأيضاً قاعدين نتكلم على والمارت من أكبر المتاجر الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية حيوظوا حوالي 1500 روبوت من مهام هذه الروبوتات انهم ينظفوا المتجر خلال ساعات اغلاقه أو حتى خلال الصباح الباكر أيضاً انهم يسووا الجرد اليومي للبضائع والأشياء الموجودة عرفوف فالألف وخمسمائة وظيفة تذهب للأساس ان الروبوتات تبدلهم والروبوتات يقولون انها دقة اكثر وأكيد سيكون اشراف عليهم من بعض البشر وفي الاستفتاءة التي سألتكم الحلقة الماضية على الأخبار الزائفة زادت على فيسبوك أكثركم قال نعم زادت توقعنا ان مكافحة الأخبار الكاذبة ستصل الى جدوى جيدة ولكن اللي اصار ارتقت الأخبار الكاذبة لجودة افضل فصار من الصعب الكشف عن بعض الأخبار الكاذبة وإثبات انها كاذبة لا يتم ازالتها من نفس فيسبوك ويتم تطوير هذا المنظومة بشكل أكبر تطوير المنظومة حق الكشف الأخبار الكاذبة أتمنى انها ان شاء الله سيكون واقع ونعرف ان هناك ناس وروبوتات وفي اي اي وكل شيء على أساس يمنع الأخبار الكاذبة عننا وألف مبروك لمستخدمين الاندرويد أخيراً نتكلم على سناب شات وعطتنا وجه وعطتنا بعض الجهد والوقت وابحاثوا التطوير من جهتهم بتطبيق جديد مبني بالكامل للاندرويد بحيث انه يعطيك أفضل تجربة على الكاميرا سناب شات اصلاً كانت تواجه مشكلة في عدد المستخدمين وكان التناقص واضح في عدد المستخدمين وتبني هذه المنصة والتنحي عنها من الناس الذين يستخدموها والانتقال إلى انستجرام ستوري وقالوا بأنهم يجب أن نعطي جهد وقت على نفس التطبيق للاندرويد وصل هذا الشيء وطلع التطبيق الجديد للأسف التطبيق الجديد جيد من نواحي ولكن ينقص بعض الخسارس جاري التجربة وسنحدد يوم كامل من خلال هذا اليوم نضع كل الاندرويد الموجودة عندنا وتجربة سناب شات عليها نتكلم على خمسة عشر جوال هل تؤيد هذه الفكرة او لا؟ تخيلوا سناب شات قصصنا على خمسة عشر جوال وربع ماذا رأيكم بالفكرة؟ ونتكلم على البيتكوين في الحكومة الصينية ويمكن يصبح هناك حظر للتنقيب عنها لماذا؟ هذا الحظر لأنهم يقولون انها كثير من الموارد يتم اهدارها في هذه العملية التنقيب على البيتكوين البيتكوين هي العملة الرقمية وأكيد التنقيب عنها يكون في معالجة كثير من البيانات المطلوبة على سنك انت في المقابل تحصل على البيتكوين هذه العملية بحد ذاتها تهلك الكثير من الموارد من كروت الشاشة من الجرافيكس كارز نتكلم على أجهزة بالكامل وبعض الناس بنوا منصات ضخمة وكبيرة فقط للتنقيب على البيتكوين وهي كان لها فاليو جداً عالية وفاليو طاحت ونتكلم على ما زال الناس ينقبوها عن نفس البيتكوين الله يا رب العالمين يبعدنا وإياكم عن أشياء كذلك لا أدري لأي شيء الشبكات الاجتماعية تأثيرها إيجابي أو سلبي 71% منكم قال نعم التأثير إيجابي وبالفعل تأثيرها جداً إيجابي بأنها وصلت الكوكب مع بعض وأيضاً أعطتنا وصول أسرع لأصحاب القرار للجهات المعنية لصناع التقنية إلى كل قطاع وكل مجال موجود في العالم ننتقل لأخبار تقنية مكثفة وسريعة فأول شيء عن جوجل مابس يمكن أن تأتينا الدعايات قريباً على هذه المنصة شيء ليس جيد ولكن نتكلم عن جوجل مابس يجب ربح أكبر وإذا جدت هذه الدعايات ستكون بشكل مزعج وأتمنى أن لا يتم تطبيق هذا الأمر إلى الآن ما تأكد بشكل كامل وأيضاً نذهب على الانتقال من منصة جوال إلى منصة ثانية في بعض الاستفتاءات التي حصلت من جهة الولايات المتحدة الأمريكية وضحت أن نسبة ضخمة من المستخدمين الذين ينتقلوا من جوال أندرويد إلى جوال أندرويد يبعدوا عن أحد الشركات وينتقلوا إلى بيكسل أو وون بلس والمستغرب أن من يبعدوا عنه؟ سامسونج غريبة في الاستفتاء لا يوجد هواوي لأن هواوي ليس موجودة بشكل رسمي في نفس الجهات التي تم الاستفتاء لها فهذا الانتقال يكون حوالي 40% من الذين انتقلوا كان معاهم سامسونج ونسبة أيضاً أقل كان معاهم آيفون ونسبة أقل من الجوالات الأخرى التي جاءوها من خارج أمريكا وهناك بعض الجوالات التي غير رسمياً متوفرة أو ليست متوفرة بشكل رسمي هنا أتكلم وأوضح أن بعض الاستفتاءات هذه أكيد ستوضح لنا أوه ناس تبعد عن سامسونج ولكن يا جماعة أنا شخصياً لم أردت كذلك لقد قلت لهذا دعوني أرى بشكل صحيح كم عدد الجوالات والاستفتاءات التي مرت عليها نفس الناس وجدت أن العدد ليس ضخم ولا يعني كوكب الأرض وأيضاً وجدت أن الرقم للانتقال ليس بذلك الشيء الفاجئ فإذا انتقلت من جوال للجوال ستنتقل من أكبر الناس معروفين وانتشاراً وهو الرقم واحد عالمياً للجوالات في العالم وانتظر النتائج نفسها حق اي دي سي في عدد الجوالات المباعة لسامسونج إذا انعكست أيضاً الإحصائيات على أنه قلت المبيعات هنا نقدر أن هناك شيء ولا ايش رأيكم؟ تأكدوا الموضوع او لا؟ لأن شخصياً إلى الحين أرى سامسونج جودة عالية وصناعة فائقة وجداً ممتازين في السلسلة حقاً في مسألة إثبات الجودة ووصلوا لمنتج جداً كويس في الأندرويد وأيضاً احترام لباقي الشركات اللي موجودة هواوي وكل واحد ثاني قاعد يشتهي دعونا نتكلم قليلاً على الجي حساس ما نضيع الوقت كلنا عشر ثواني بطيها لالجي نتكلم على براءة تصميم قدموها الجي لجوال ينثني وينطوي وينصفط شفاف هذا الجوال يشبه الحلم وإذا جاء هذا الجوال سيكون شيء كويس باقي عندنا ثواني أكدر المهم نروح الخبر اللي بعد ونتكلم على سامسونج أنا آسف الجي نروح لسامسونج نتكلم على A80 جوال أيضاً تم الإعلان عنه من شركة سامسونج أحلى الأشياء اللي فيه أنه شاشة 6.7 إنش هذه الشاشة كاملة فول اتش دي بلس إمكانيات جيدة ما فيه أي نوع من النوتشات ولا حاجة والكاميرات اللي موجودة خلف الجوال هي اللي تم استغلالها مع السلايد أنها ترهية الأمامية فهنا فكر جميل أتمنى أن أقوم بعمل المراجعة بشكل سريع لهذا الجوال فكرة غريبة وجميلة الانتقال بالطريقة هذه من سامسونج وتعودنا أن الشركات الثانية مثلاً نذكرهم أوبو أيضاً في نفس الحلقة يعملوا حركات مختلفة ولكن سامسونج تقوم بعملها أكيد وراها شيء رائع من سامسونج ونتمنى أن التحديات تستمر مع سلسلة A وتنتقل على سلسلة S بإذن واحد أحد ننتقل للجالكسي S10 والفيديو الذي يمكنكم رؤيته عن البصمة التي تم فبركتها وفتح القفل للشاشة عن طريق هذه البصمة المفبركة الطباعة تمت من شخص مختص استخدم طابعة بحوالي 480 دولار وهي حوالي 1600 ريال نتكلم أيضاً على أن يستطيع نسخة سكان لبصمة ويطبعها من زجاج ويطبعها بشكل جيد ويقول الموضوع أخذ منه حوالي 13 دقيقة وأيضاً يجب أن نوضح أن إنسان متمرس على الطباعة والإمكانيات الطباعة فعنده العلم فأي شخص ثاني يستطيع أن يستطيع طريقة هذه ولكن يريد لك موارد وعلم وأشياء جداً كثيرة ليس أنها لا تحدث وأيضاً ننتظر التعريق الرسمي من شركة سامسونج على هذا الأمر هل البصمات أبداً ما يمكن خداعها؟ لا، نرى نفس الفيس آي دي على نفس الآيفونات ناس يشبهوا بعض في سير فوق كل جوال نرى توائم في كل جوال نرى نفس الأمر موجود في صور تفك بعض الكاميرات الأمامية التي لا يوجدها حساسات نرى بعض البصمات يتم إختراقها في مسألة الطباعة أو ثلاثية الأبعاد أو الطباعة هذه كلها أخبار جيدة تجعلني أطمح لأمان أكثر بتوليفات أكثر وأبدايتات أكثر من نفس صانعين الأجهزة وأذهب إلى الخبر الأخير وأتكلم بالتأكيد عن شركة أوبو وهذا هو الجوال الجديد القادم بكاميرا تطلع من الجنب وهو حركة جيدة من أوبو ما شاء الله عليهم يطلعون التصاميم دائماً خارج الصندوق تشعرون أنه ليس خارج الصندوق ولكن هناك مرة بعيدين عن الصندوق يطلعون الأشياء مرة حركة شيء جيد في الحركات التي تقومونها فنتحدث عن راينو وإمكانية الكاميرا التي فيها 10 هايبرزوم شيء رائع والآن سأخبركم مستغربين النمط الليلي كثير منكم إن شاء الله عجبوا هذا النمط بناءًا على كثير من الدراسات والبحوث سوينا هذا النمط الآن في نفس الأخبار قلوا لي رأيكم وماذا رأيكم في هذا النمط الليلي خلال الاستفتاء وأيضًا لا تنسونا من مشاركة الحلقة وأكيد يعطيك العافية عبدالوهاب ويعطيكم العافية جميعًا إذا أنت ترى المحتوى بكامل تفاصيله بالإنجليزي اعرف إعدادات جوالك إنجليزي وإذا ترى كل المحتوى بتفاصيله بالعربي اعرف إنه إعدادات جوالك في العربي هذا الشيء دائمًا مكتوب عندنا في النص ونهاية الفيديو لا تنسونا من دعواتكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة